يتوجه أسيد رئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بيكين تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ وذلك للقيام بزيارة دولة لجمهورية الصين الشعبية تتضمن عقد مباحثات قمة بين الرئيس والرئيس الصيني وكذلك لقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية حيث ستتم مناقشة أوجه تعزيز العلاقات الثنائية وفتح أفاقة أوسع للتعاون في مختلف المجالات تزامنا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن المباحثات ستشمل كذلك مختلف القضايا الإقلامية والدولية محل الاهتمام المشترك على رأسها الحرب في غزة وصبل استعادته لاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعبها نحو السلام والأمن والتنمية ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر في ضوء توجه الدولة لتعزيز أليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا من خلال تعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر وستتضمن الزيارة أيضا حضور السيد الرئيس الجلسة الافتتاحية للاجتمع الوزري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم 30 من مايو الجاري بمشاركة رئيس الصيني وعدد من القادة العرب والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها